المملكة العربية السعودية الممتد إلى آلاف السنين في عمق التاريخ وقد حقت بلاد الحرمين الشريفين منذ القدم بتمييزها في العمق الحضاري للجزيرة العربية منذ حقب ما قبل التاريخ لتكون مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز على مستوى العالم تحتوي المملكة على العديد من المواقع وأبرزها قرية ألمع في عسير فالفن المعماري والحصون الشاهقة التي بناها الألمعيون قبل أكثر من أربعة قرون لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا وتتوفر في هذه القرية الكثير من الشواهد التاريخية التي تتضح جليا بمحافظة عسير ما جعلها مزارا لكافة دول العالم كما تضم المملكة الواحة التاريخية الشهيرة تيماء التي تتبع منطقة تابوك إذ تعد من أكبر المواقع الأثرية في السعودية والجزيرة العربية والذي يعود تاريخها إلى أكثر من 85 ألف عام وتتميز بكنوز تاريخية وأثرية ضاربة في القدم لتصبح معها مأهدا للحضارات الإنسانية المتعاقبة على شبه الجزيرة العربية وتحتضن المملكة العربية السعودية الرمز الوطني البارز محافظة الدرعية التابعة لمنطقة الرياض والتي تعتبر حاضرة نجد والعاصمة الأولى للسعودية حيث أنها تحتوي العديد من المباني الأثرية والقصور والمعالم التاريخية التي تجذب السياح ومن أجمل الوجهات السياحية الجديدة والإرث التاريخي مدينة العلا التي تتميز بطبيعة جبلية ساحرة ومناخ مثالي خاصة في فصل الشتاء إلى جانب خصوبة الأرض وغفرة المياه التي جعلت المدينة مستقرنا لحضارات عدة عبر التاريخ وفي المنطقة الشرقية واحة الإحساء التي يوجد بها أكبر واحات النخيل الطبيعية في العالم إذ هناك أكثر من ثلاثة ملايين نخلة منتجة لأجود التمور كما أنها تزخر بالحدائق وغنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر